الامي الذي علم المتعلمين واليتيم الذي بعث الامل في قلوب البائسين يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن اللهم ارزقنا جميعا حسن الخلق يا رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على حضرة الحبيب سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فاهلا بكم ايوها لاحبة المشاهدون اينما كنتم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم حجاوز مرحب يا جماعة بكل سيلتكم واستفساراتكم على وسائل اتصال اللي حتضع على الشاشة قدام حضرتكم ولسا نارضا بنواصل حديثنا في موضوع مهم جدا تحت عنوان كن رحيما عشان ربنا يرحمنا لازم نتراحم فيما بيننا يا جماعة زي ما قلت مبارح وزي ما قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم اللي مش هيرحم الناس ربنا مش هيرحمه اللي مش هيرحم مراته ربنا مش هيرحمه اللي مش هترحم جزهة ربنا مش هيرحمها لازم كده نتراحم فيما بيننا ونظرا لأهمية الرحمة فربنا سبحانه وتعالى ذكر الرحمة في القرآن العظيم في أكتر من 365 مرة بل أقول لكم حاجة عجيبة تؤكد لكم طلاقة قدرة الله ورحمة الله سبحانه وتعالى عندما نتأمل في كل سؤال القرآن نجد 113 سورة بدأت بالفاتحة بدأت ما عدا سورة التوبة لماذا بسم الله الرحمن الرحيم تاج على رأس كل سورة معنى ايه معنى ايه لماذا بسم الله الرحمن الرحيم تاج على رأس كل سورة ليؤكد لنا الله سبحانه وتعالى أن رحمته وسعت كل شيء وليؤكد لنا الله سبحانه وتعالى أن رحمته سبقت غضبه وأنه سبحانه وتعالى هو أرحم الرحمين فلازم عشان ربنا يرحمنا لابد أن نتراحم فيما بيننا هذا هو موضوعنا النارضة لابد أن نرحم الضعفاء لابد أن نرحم المرضى لابد أن نرحم المرأة وهي ضعيفة خلقت من ضعيفة العائل عليها معان إلى يوم القيامة لابد أن نرحم اليتامة عشان كده ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من أكل أموالهم بالباطل فقال إن الذين يأكلون أموال اليتامة ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسأصلون السعيراً تعالوا النهاردة نكلم عن نبي الرحمة وإزاي كان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالناس وأرأف الناس بالناس عشان الناس قسات القلوب اللي لسانهم عمال بيقول حاجات تغضب ربنا سبحانه وتعالى اللي لسانهم كل يوم بيشتكيهم لربنا سبحانه وتعالى لازم يراجعوا أنفسهم